افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسينة شارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهندة يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله وخلال تفقده أعمال التجديد بالمسجد أعرباء الرئيس السيسي عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهندة لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحات آل البيت هذا وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن أعمال تطوير مسجد الحسينة